اشتركوا في القناة ارسل الى الملك والبابا بروما طالبا رجلا فيلسوفا يحسن اللغتين الرومية اي اللاتينية واليونانية لكي يعلم اولاده الحكم والادب فلم يجدوا في كل فلاسفة روما رجلا يشبه ارسانيوس في الحكمة والفضل ومخافة الله فارسلوه الى الملك بالقسطنطينية ففرح به الملك واحبه لفيض معرفته ولاجل نعمة الله التي كانت عليه فسلم له الملك اولاده وقدمه على كل اكابر مملكته وكان اذا ركب يكون قريبا من الامبراطور وكان له امر نافذ وعبيد كثيرون يقومون بخدمته ولم يتخذ في بيته امرأة خروجه من العالم لما بلغ مركزا عظيما هكذا بدأ يفكر في نفسه قائلا ان كل هذا لابد له ان يتلاشى كما ينحل المنام وان كل غنى الدنيا ومدها وجاغها عبارة عن حلم ولا يوجد شيء ثابت غير قابل للتغيير وانه لا ينفع الانسان الا خير يقدمه قدامه فزهدت نفسه كل شيء وصار يطلب من الله كل وقت قائلا عرفني يا رب كيف اخلص فجاءه يوما صوت يقول له يا ارساني اهرب من الناس وانت تخلص قام لوقته وترك كل شيء ونزل الى البحر فوجد سفينة اسكندرية تريد السفر فركب فيها وجاء بها الى الاسكندرية ومن هناك اتى الى الاسقيط الى الاب مقاريوس ذاك الذي اسكنه في احدى القلال الخارج عن الدير لانه وجده عاشقا للهدوء وبعد حضوره بايام قلائل تنيح الاب مقاريوس بدأ القديس ارسانيوس حياته الرهبانية بنسك عظيم وصلاة وقداسة وزهد حتى فاق كثيرين وسمع بفضله اولاد اكابر القسطنطينية وامرائها وابتدأ كثيرون منهم يتزهدون ويجيئون الى ديار مصر ويترهبون بدأ القديس حياته الرهبانية بميل شديد للتعليم فقد قيل عنه كان انبا ارسانيوس دفعة يسأل احد الشيوخ المصريين عن افكاره فرآه شيخ اخر وقال له يا ابتاه ارسانيوس كيف وانت المتأدب بالرومية واليونانية تحتاج الى ان تسأل هذا المصري الامي عن افكارك اجابه انبا ارسانيوس قائلا اما الادب الرومي واليوناني فاني عارف به جيدا اما الفضيطة التي احسنها هذا المصري فاني الى الان لم اتعلمها وكان يقصد طريق الفضيلة طريقة تدريبه ان انبا ارسانيوس لاجل انه ربي في الملك ونشأ في الملك وكان ذا جسد مترف كاولاد الملوك لم يقدر سريعا ان يعبر في طريقة رهبان المصريين ولا صعوبة مسلكهم عاجلا بل كان يجد نفسه يقطع شهوته بالتدريك قليلا قليلا حتى يصل الى درجاتهم والعجيب انه لم يكن محتاجا الى طريقة مباشرة في تعليمه بل كان يستقل حياة نسكية مما يحدث حوله واحيانا كثيرة كانت تكفيه الاشارة كما حدث في القصتين التاليتين جلس الابو ارسانيوس في بعض الايام يأكل فولا مسلوقا مع الاخوة كانت عادتهم ان لا ينقوه اما هو فكان ينق الفول الابيض من بين الاسود والمسوس ويأكله فلم يوافق رئيس الدير على ذلك وخشي ان يفسد نظام الدير فاختار رئيس الدير احد الاخوة وقال له احتمل ما افعله بك من اجل الرب فاجابه الاخ امرك يا ابي قال اجلس بجانب ارسانيوس ونقل فول الابيض وكله فعمل الاخ كما امره رئيس الدير الذي فاجأه بلطمة مرة على صدغه وقال كيف تنقل فول الابيض لنفسك وتترك الاسود لاخوتك فصنع ارسانيوس ميطانيا للرئيس وللاخوة وقال لذلك الاخ يا اخي ان هذه اللطمة ليست لك ولكنها موجهة لخد ارسانيوس واردف قائلا هو ذا ارسانيوس معلم اولاد الملوك اليونانيين لم يعرف كيف يأكل الفول مع رهبان اسطيط مصر وهكذا ازداد فهما واحتفاظا بموهبته اثنان قيل ان احد الاخوة المجاورين لقلاية امب ارساني خرج يوما ليقطع خوصا وكان يوما حره شديد فلما قطع الخوص ورجع اراد ان يأكل فلم يمكنه ان يبلع الخبز اليابس لان الحر كان قد يبس حلقه وفي ذلك الوقت كان الاخوة بالاسقيط يسلكون بتقشف عظيم ونسك زائد فاخذ الاخو وعاء به ماء واذاب فيه قليلا من الملح وبل الخبز وبدأ يأكل فدخل اليه الاب اشعياء ليفتقده فلما احس الاخو بالانباء اشعياء رفع الوعاء وخبأه تحت الخوص وكان انباء اشعياء رجلا ذكيا حارا في الروح يدن وكان يعلم بان انباء ارسانيوس يعمل صنفين من الطعام بقلا وخلا ولكن لأجل احتشامه لم يرد الابا ان يكسر قلبه سريعا فوجد انباء اشعياء انها فرصة مناسبة لان يؤدب انباء ارسانيوس بواسطة هذا الاخ فقال للاخ ما هذا الذي خبأته مني فقال الاخ اغفر لي يا ابي من اجل محبة السيد المسيح لقد دخلت البرية لأقطع خوصا فاشتد علي الحر جدا لدرجة انه السد حلقي فلما دخلت القلاية اردت ان اكل فلم استطع بلع الخبز لجفاف فمي وحلقي فاخذت ماء وادبت فيه قليلا من الملح وبللت به القراقيش ليسفل لبلعه فاخذ الانباء شعياء الوعاء وخرج ووضعه قدام قلاية انباء ارسانيوس وقال للمراقب دق الجرس لكي يحضر الاخوة ليبصر الاخ ذنون كيف يأكل مرقا فلما حضروا التفت الى الاخ وقال له امام الاخوة يا اخي لقد تركت تنعمك وكل مالك وجئت الى الاسقيط حبا في الرب وفي خلاص نفسك فكيف تريد الان ان تلذذ ذاتك بالاطعمة ان تريد ان تأكل مرقا امضي الى مصر لانه لا يوجد في الاسقيط تنعم فلما سمع الانباء ارسانيوس قال لنفسه هذا الكلام موجه اليك يا ارساني وفي الحال امر خادمه ان يعمل له بقولا فقط وقال ها انا قد تأدبت بسائر حكمة اليونانيين اما حكمة هذا المصري بخصوص الاكل وحسن تدبيره فاني لم اصل اليها بعد لقد صدق الكتاب اذ يقول وتأدب موسى بكل حكمة المصريين دفعة اتى اليه رجل يدعى جسريانوس بوصية من رجل شريف من جنسه مات واوصله بمال كثير جدا فلما علم القديس بذلك اهم بتمزيق الوصية فوقع جسريانوس على قدميه وطلب اليه ان لا يمزقها وإلا فرأسه عوضها فقال له القديس انا قد موت منذ الزمان وذاك مات ايضا وبذلك صرفه ولم يأخذ منه ولا فلسا واحدا حياته في التوحد واحد جهاده في الصلاة والسهر قيل عنه انه كان يستمر الليل كله ساهرا فاذا كان الغد كان يرقد من اجل الطبيعة مستدعيا النوم قائلا هلما يا عبد السوق وكان يغفو قليلا وهو جالس ولوقته يقوم وكان يقول يكفي للراهب ان يرقد ساعة واحدة من الليل ان كان عمالا وقيل ايضا انه في ليلة الاحد كان يخرج خارج قليته ويقف تحت السماء ويجع الشمس خلفه ويبسط يديه للصلاة حتى تصطع الشمس في وجهه ثم يجلس وفي جهاده مع الشياطين ورد ميلي قصده الشياطين مرة ليجربوه فلما جاءه الذين يخدموه سمعوا صوته وهم خارج القلايا وهو يصرخ إلى الله ويقول يا رب لا تخذلني فاني ما صنعت قدامك شيئا من الخير لكن هبني من فضلك ان ابدأ في عمل الخير وقد اخبر عنه دانيال تلميذه فقال انه ما طلب قط ان يتكلم من كتاب بل كان يصلي من اجل ذلك لو اراد وما كان يكتب رسالة حدث مرة ان ذهب احد الاخوة الى قلاية القديس ارسانيوس في الاسقيط وتطلع من النافذة فابصر الشيخ واقفا وجسمه كله مثل نار وهذا الاخو كان مستحقا لرؤية ذلك المنظر فطرق الباب وخرج اليه الشيخ ولما رأى الشيخ ان الاخ كان مندهشا من المنظر الذي رآه قال له هل كنت تطرق على الباب لمدة طويلة وهل رأيت شيئا غير عادي ثم خاطبه ابا ارسانيوس وصرفه مرة دعت الميديه اليكساندروس وزول وقال لهما ان الشياطين تقاتلني ولكوني لا ادري ان كانت تحاربني بالنوم فهل ام تعبى معي في هذه الليلة وسهرى وراقباني وانظرى ان كنت اخفو اثناء سهري فجلسا واحد عن يمينه والاخر عن يسارهم من غروب الشمس الى شروقها وقد قالا اننا نمنا واستيقظنا ولم نلاحظ انه نام بالمرة ولكن لما بدأ النهار يلوح نفخ ثلاث نفخات كأنه نائم وسواء اكان ذلك عن قصد حتى نظن نحن انه قد نام او ان النعاس قد غلبه لسنا ندري ثم نهض وقال لنا هل كنت نائما فقلنا له لا ندري يا ابانا لاننا انفسنا قد غلبنا النوم وهكذا كان القديس يخفي فضائله ويتظاهر انه يغلب بالنوم لكنه كان يقظا ساهرا اثنان صمته وهدوءه قيل عن انبى ارسانيوس انه بعدما هرب من القسطنطينية واتى الى الاسقيط كان يداوم على الصلاة والتدرع الى الله ان يرشده الى ما ينبغي له ان يعمل وكيف يتدبر وبعد مضي ثلاث سنين جاءه صوت يقول له يا ارسانيوس الزم الهدوء والبعد عن الناس واصمت وانت تخلص لان هذه هي عروق عدم الخطية فما ان سمع الصوت دفعة ثانية حتى كان يهرب من الاخوة ويلزم نفسه الهدوء والصمت ذكر عنه ايضا انه لما ابتدأ ان يتعلم الصمت كما جاءه الصوت لم يقدر سريعا فوضع حصاة وزنها اثنى عشر درهما في فمه ثلاث سنين لا يخرجها الا وقت ما كان يأكل او يجيئه غريب فكان يعزيه لأجل الله وبهذه الفضيلة قوم السكوت وعلم فمه الصمت وخبر عنه ايضا انه من كثرة الهدوء والسكينة التي كانت له دخلت عليه في قلا يده الشياطين وتقدم منهم واحد ومعه سكين يريد ان يقطع بها يديه فلم ينزعج القديس بل مد يده وقال اعمل ما شئت لأجل محبة المسيح فلما رأى العدو الشيطان هذا الهدوء وهذا الصبر صاح احرقتني ايها الشيخ بكثرة هدوئك والتضاعك قال كثيرا ما تكلمت وندمت وأما عن السكوت فما ندمت قط والقصة التالية توضح مقدار محبة القديس ارسانيوس للسكوت من جهة ومن جهة اخرى كيف ان مواهب الروح القدس في الكنيسة متعددة حدث مرة ان جاء اخر غريب الى الاسقيط ليبصر الانبى ارسانيوس فأتى الى الكنيسة وطلب من رجال الايكليروس ان يروه اياه فقال له كل كسرة خبز وبعد ذلك تبصره فقال لن اتضوق شيئا حتى ابصره فارسل معه اخا ليرشده اليه لان قليته كانت بعيدة جدا فلما قرع الباب فتح له فدخل وصلي وجلس صامتين فقال الاخ الذي من الكنيسة انا منصرف فصلي من اجلي اما الاخ الغريب فلما لم يجد له دالة عند الشيخ قال وانا منصرف معك كذلك فخرج معا فطلب اليه ان يمضي به الى قلاية انبى موسى الذي كان اولا مصا فلما اتى اليه قبله بفرح ونيح غربته وصرفه فقال له الاخ الذي ارشده ها قد اريتك اليوناني والمصري فمن من الاثنين ارضاك اجابه قائلا اما انا فاقول ان المصري قد ارضاني فلما سمع احد الاخوة ذلك صلى الى الله قائلا يا ربك شف لي هذا الامر فان قوما يهربون من الناس من اجل اسمك وقوما يقبلونهم من اجل اسمك ايضا والحى في الصلاة والطلبة فتراءت له سفينتان عظيمتان في لجة البحر ورأى في احداهما انبى ارسانيوس وهو يسير سيرا هادئا وروح الله معه ورأى في الاخرى انبى موسى وملائكة الله معه وهم يطعمونه شهد العسل قيل عنه انه اذا جلس يطفر الخوص كان يأخذ خرقة ويضعها على ركبتيه لينشف بها الدموع التي كانت تتساقط من عينيه وفي زمن الحر كان يرطب الخوص بدموعه وهو يطفر من اجل ذلك كان شعر جفونه يتساقط من كثرة البكاء قيل عنه ايضا انه في كل بكرة وعشية كان يحاسب نفسه ويقول ماذا عملنا مما يحب الله وماذا عملنا مما لا يحب الله وهكذا كان يفتقد حياته بالتوبة وكان يقول كل الأوقات تأمل يا ارساني فيما خرقت لأجله 4- تقشفه 5- الاكل بقدر قال عنه دانيال احد تلامذه انما اونته في السنة كانت تليس قمح اي قفة قمح واذا جئنا الى عنده كنا نأكل منها وقيل عنه ايضا انه عندما كان يسمع ان الفواكه نضجت على الاشجار كان يطلب من الاخوة ان يحضروا له بعضا منها اذ اعتاد ان يأكل مرة واحدة في السنة كل نوع من انواع الفواكه حتى يقدم التمجيد لله 5- التعري من الطرف وما كان يجدد ماء الخوص الا دفعة واحدة في السنة فكلما نقص الماء اضاف اليه قليلا منه وهكذا صارت له رائحة كريهة جدا ونتن لا يطاق وكان يعمل الضفيرة ويخيط الى 6 ساعات يوميا وحدث ان زاره الاب مقريوس الاسكندري فلما اجتم الرائحة قال له يا ابانا ارسانيوس لما لا تغير هذا الماء لانه قد انتن فاجابه انبا ارسانيوس قائلا الحق اني لا استطيع ان اطيقها لكني اكلف نفسي باحتمال هذه الروائح الكريهة وذلك عوض الروائح الزكية التي تلزثت بها في العالم فلما سمع الاخوة الموجودون ذلك انتفعوا ذكر عن انبا ارسانيوس انه من يوم اخذ الاسكيم لم يبقي في قلايته اكثر من حاجته بل كان يتصدق بالباقي للجميع وكان قد تعلم ضفر القوس من الرهبان وكان يطفر القفف والمراوح وغيرها ويبيع ويأكل منه ويشتري خوس الضفائر ويتصدق بما تبقى وهكذا كان عمله دائما اتضاع القديس وانكار ذاته جاء الى الاسخيط مرة بقليل من التين فاقتسمها الرهبان فيما بينهم ولأجل انه شيء ضئيل استحوا ان يرسلوا له منه شيئا قليلا وذلك لجلالة منزله فلما سمع الشيخ امتنعى عن المجيء الى الكنيسة وقال افرستموني من الاخوة ولم تعطوني من البركة التي ارسلها الله كأني لست اهلا لان اخذ منها ولوجه اخر نسيتموني بسبب كبريائي فلما سمعت الجماعة انتفع من اتضاع الشيخ وانطلق القس واتاه بنصيب من التين ففرحوا جميعهم وسبحوا الله وجاء معهم الى المجمع قيل عن انبى ارسانيوس وتدرس الفرامي انه ما كان نام بغضين للسبح الباطل جدا اكثر من غيرهم من الناس اما انبى ارسانيوس فلم يكن يلتقي بالناس كيفما اتفق واما تدرس فانه وان كان يلتقي بهم لكنه كان يجوز بسرعة كالرمح مرض الانبى ارسانيوس مرة واحتاج الى شيء قيمته خبزة واحدة واذ لم يكن له ما يشتري به اخذ من انسان صدقة وقال اشكرك يا الهي يا من اهلتني لان اقبل الصدقة من اجل اسمك وحدث وهو في الاسطيط ان مرض فمضى القسيس وجاء به الى الكنيسة ووضعه على فراش صغير ووضع تحت رأسه وسادة من جلد الغنم فلما جاء بعض الشيوخ ليفتقدوه ورأوا الفراش والوسادة قالوا اهذا هو ارسانيوس المتكئ على هذا الفراش فما كان من القسيس الا ان اختلى باحدهم وسأله قائلا ماذا كان عملك في بلدتك قبل ان تترهب قال راعيا قال له وكيف كان تدبيرك في عيشتك اجابه تدبير المشقة والتعب والان كيف حالك في قليتك فاجابه بكل ارتياح افضل مما كنت عليه في العالم فقال له القسيس الا تعلم ان انبا ارسانيوس هذا كان في العالم ابا لملوك وكان له الف غلام من اصحاب المناطق الموشات بالذهب واطواق اللؤلؤ وكان له عبيد وخدم يقومون بخدمته وهو جالس على الكراسي الملوكية وتحته البرفير والحرير الخالص الملون فاما انت فقد كنت راعيا ولم يكن لك في العالم ما هو لك الان من النياح اما هذا فليس له شيء من النعيم الذي كان له في العالم فالان انت مرتاح اما هو فمتعب فلما سمع الشيخ ذلك ندم وصنع ميطانيا قائلا اغفر لي يا ابي فقد اخطأت وبالحقيقة هذا هو الراهب لانه اتى الى للتضاع واما انا فقد اتيت الى نياح وانصرف منتفعا قال انبا دانيال عن انبا ارسنيوس انه بتمسكه بسكون كان يمتنع عن الكلام في تفسير الكتاب المقدس بالرغم من قدرته على ذلك اذا رغب اما انه لم يكن ليكتب حرفا واحدا بسرعة محبته للوحدة وتجلده فيها قيل ان قلايته كانت على بعد اثنين وثلاثين ميلا وما كان يأتي بسرعة وكان اخرون يهتمون به فلما خرب الاسقيط خرج باكيا وقال اهلك العالم رميا واضاع الرهبان الاسقيط لماذا يهرب من الناس سأل الاب مقريوس انبا ارسنيوس مرة قائلا لماذا تهرب منا يا ابتاه فاجابه الشيخ قائلا الله يعلم اني احبكم ولكني لا استطيع ان اكون مع الله ومع الناس لان الوف الملائكة والربوات العلوية لهم ارادة واحدة اما الناس فلهم ارادات كثيرة وهكذا لا استطيع ان اترك الله واصير مع الناس الخروج الى الدير ثم الى الوحدة سأل الاخوة لماذا اعتبر الشيوخ انبا ارسنيوس في خروجه من العالم الى الدير ثم في خروجه من المجمع الى الوحدة مثالا سجلوه في الكتب هنا رد احد الشيوخ ذلك لان انبا ارسنيوس قد اخرجه الله الى الدير ثم اخرجه الى الوحدة ولأننا وفقون أن هاتين الدعوتين كانت تاحس بإرادة الله فحق للشيوخ أن يأخذوا قانونهم من حياة رجل الله هذا وقد فسر أحد الشيوخ القدماء هذين الندائين فقال سأل بعض الإخوة أحد الشيوخ القديسين فسر لنا الندائين الذين سمعهما أنبا أرسانيوس ما معنى ما قيل له في النداء الأول فر وهرب من الناس وأنت تحيا وما معنى ما قيل له في النداء الثاني اهرب احفظ السكون عش حياة التأمل في السكون لأن هذه الأمور الرئيسية التي تحفظ الإنسان من الخطية أجاب الشيخ إن النداء فر وهرب من الناس وأنت تحيا معناه إن أردت أن تتخلص من الموت الكامل في الخطية وأن تحيا الحياة الكاملة التي في الصلاح أترك ممتلكاتك وعائلتك ووطنك وارحل إلى البرية أي إلى الصحاري والجبال إلى الرجال القدسين واتبع معهم وصاياي وأنت تحيا حياة النعمة والمقصود من إهرب إلزم السكون عش حياة التأمل في السكون أنك لما كنت في العالم وكنت مصوقا بمشاغل الأمور التي في العالم جعلتك تخرج منه وأرسلتك للسكن مع الرغبان حتى بعد فترة قصيرة من السكن في مجمع الرغبان يمكنك أن تسمو باتباع وصاياي بانطلاق وللتأمل في السكون والآن إذ قد تدربت التدريب الكافي في النداء الأول تستطيع أن تهرب من الدير أي مجمع الأخوة وتدخل إلى الوحدة في قليتك تماما كما انطلقت من العالم ودخلت إلى الدير أما معنى احفظ السكون وعش حياة التأمل في السكون فهو أنك إذ دخلت إلى الوحدة في قليتك فلا تعطي للزائرين فرصة المجيء إليك والتحدث معهم بلا ضرورة إلا في الأمور التي تتعلق بسمو الروح فإذا فعلت هذا فسوف تجني ثمار الجلوس في السكون والتأمل لأنه بالنظر والسمع وبالحديث مع الزائرين الذين يأتون إليك فقوة الأفكار التي تطيش فيها تنقلك بعيدا فتشتت تأملاتك وسكونك ولكن لا تظن أن مجرد ترك الإخوة في الدير أو عدم قبول زائرين في قليتك يكون كافيا ليدعل عقلك هادئا أو يمكنك من التأمل في الله وإصلاح ذاتك ما لم تحترس بالأكثر ألا تشغل عقلك بهم بأية طريقة حينما يكونون بعيدين عنك فإن الراهب عندما يتذكر أي إنسان إنما يتذكره مرتبطا ببعض الميول أي بميول الاشتياق أو الغضب أو المجد الباطل فإن حدث أن العقل جال في أمور عادية فإنه ما لم يقطعها عنه لا بد أن يتجه تفكيره بالضرورة إلى الذكريات المتصلة ببعض هذه الأمور وهكذا الحال مع المبتدئ في حياة التأمل في السكون إذا ما تذكر النساء فإنه يسقط في شهوة الزنا وإذا ما تذكر الرجال يسقط في الغضب بالفكر ويحاققهم ويؤنبهم ويدينهم أو يطلب منهم تكريما له ثم يميل إلى الحياة السلبية وكذلك لما سألوا أنبا ماقريوس ما هو الطريق السليم للمبتدئ في قلايته قال لا يتذكر أن الراهب في قلايته إنساناً فإنه لا ينتفع شيئاً من إجهاد أفكاره في المناقشات مع الناس وعليه أن يعتني بضبط أفكاره في الخفاء من محاججتهم وهذا ما قصد بنداء اهرب إلزم السكون والتأمل الصامت أرسانيوس والأب البطريارك آت ذات يوم البابا ثاء فيلوس البطريارك ومعه والي البلاد إلى أنبا أرسانيوس وسألوه كلمة فسكت قليلاً ثم قال لهم إن قلت لكم شيئاً فهل تحفظونه؟ فلما ضمن له البابا البطريارك أمر حفظه قال لهم أينما سمعتم بأرساني فلا تدنوا منه وحدث أيضاً مرة أن اشتهى البابا البطريارك أن يراه فأرسل إليه يستأذنه إن كان يفتح له فأجاب إن جئت فتحت لك وإن فتحت لك فلن أستطيع أن أغلق في وجه أحد وإن أنا فتحت لكل الناس فلن أستطيع الإقامتها هنا فلما سمع الأب البطريارك هذا الكلام قال إن مضينا إليه فكأننا نطرده فالأفضل أن لا نمضي إليه زيارة أخ للقديس دفعتاً أتاه أحد الإخوة وقرع بابه ففتح له ظاناً أنه خادمه فلما رآه أنه ليس هو وقع على وجهه فقال له الأخ قم يا أبي حتى أسلم عليك ولو على الباب فقال له الشيخ لن أقوم حتى تنصرف وألح الأخ في الطلب فلم يقم فتركه الأخ وانصرف زارهم مرة بعض الشيوخ وسألوه عن السكوت وعن قلة اللقاء فقال لهم إن العذراء ما دامت في بيت والديها فكثيرون يريدون خطبتها فإن هي دخلت وخرجت فإنها بذلك لن ترضي كل الناس لأن بعضهم يزدريها وبعضهم يشتهيها ولن تكون لها الكرامة إلا وهي مختفية في بيت أبيها هكذا النفس المهتدي الهادئ المعتكفة متى اشتهرتها الهلت زيارة إحدى العذارة من بنات رؤساء البلاط في روما سمعت بخبره عذراء من بنات رؤساء البلاط في روما وكانت غنية جدا وخائفة من الله فلما جاءت لتبصره ومعها مال كثير وحشم وجنود تلقاها البابا سأفيلس البطر يرق بوقار كثير وأضافها فسألته أن يطلب إلى الشيخ بأن يفسح لها الطريقة للمضيئة إليه فكتب يقول له إن السيدة إيلاريا السقليكي أي من سقلية ابنة فلان من بلاط ماليكروميا تريد أن تأذن لها برؤيتك لأخذ بركتك وكتب كذلك لمقدم الأديرة بأن يمكن السيدة إيلاريا السقليكي من زيارة الآباء القديسين وأخذ بركتهم فلم يشاء الأنبى أرسانيوس أن تأتي إلى البرية وأنفذ لها بركة من عنده وقال لها هو ذا قد علمت بتعبك وسفرك ونحن مصلون لأجلك فلا تحضري لأني لا أشاء أن أبصر وجه امرأة أما هي فلم تقبل وقالت إن ثقة بالله أن أبصر وجهك الملائكي لأني ما تعبت وجئت لأنظر إنسانا فبلدي كثيرة الناس بل أتيت لأعاين ملاكا وأمرت أن يشد على الدواب حتى أتت إلى البرية فلما وصلت إليه كان القديس أرسانيوس خارج قليته فما أن أبصرته حتى خرت عند قدميه فأقامها بغضب وقال لقد آثرت أن تبصري وجهي وها أنت قد أبصرته فماذا استفدتي؟ أما هي فمن احتشامها لم تستطع النظر في وجهه فقال لها إذا سمعت بأعمال فاضلة فاعملي على أن تمارسيها ولا تقولي طالبة فاعلها كيف تجرأت فعبرت هذه البحار؟ أما تعلمين أنك امرأة ولا يليق بك الخروج إلى مكان ما؟ أتريدين المضي إلى رميا قائلة للنساء الباقيات إنني رأيت أرساني فتحولين البحر طريقا للنساء ليأتوا إليه فأجابته السيدة قائلة إني لإيماني يا أبي أتيت إليك وإن شاء الله لن أدع امرأة تأتي إليك فصل من أجلي واذكرني دائما فأجابها منتهرا قائلا لا بل إني أصل إلى الله أن يمحو خيالك واسمك وذكرك وفكرك من قلبي وتركها ودخل قلايته فلما سمعت ذلك لم ترد له جوابا ورجعت وهي قلقة الأفكار ولما دخلت الإسكندرية اعترتها حما لفرط حزنها أما البابا ثاء فيلوس البطريارك فإنه استقبلها بإكرام جزيل وسألها عن أمرها فقالت يا أبتاه ليتني ما قابلت الشيخ لأني لما سألته أن يذكرني أجابني أن أصلي إلى الله أن يمحو خيالك واسمك وذكرك وفكرك من قلبي وهو ذا عبدتك تموت من الحزن فقال لها البابا البطريارك ألا تعلمين أنك امرأة وأن العدو يقاتل الرهبان بالنساء فإلى ذلك أشار الشيخ وأما عن نفسك فهو يصلي دائما وغير ناس تعبك وسفرك فطاب قلبها ورجعت إلى بلادها مسرورة حدث مرة أن كان أنبا أرسانيوس قلقا فعزم على أن يترك قلايته دون أن يأخذ معه شيئا منها وذهب إلى تلميديه أليكسندر وزول بشخصه وقال لأليكسندر قم وذهب إلى المكان الذي كنت فيه وفعل أليكسندر ذلك وقال لزول قم وتعالى معي إلى النهر وابحث لي عن سفينة قاصد الإسكندرية ثم ارجع وذهب إلى أخيك وقد تعجب زول من هذا الحديث وعلى ذلك فقد افترقوا أما القديس أرسانيوس فقد انطلق إلى الإسكندرية حيث مرض مرضا خطيرا وعاد تلميذاه إلى المكان الذي كان يسكنان فيه قبلا وقال أحدهما للآخر ربما أساء أحدنا إلى الشيخ ولهذا افترق عنا ولكن لم يمكنهما أن يجد في نفسيهما سببا يكون قد يقوه وكان لما عوفي الشيخ أنه قال أقوم وأذهب إلى الأباء وارتحل وعاد إلى باترا حيث كان تلاميذه وأثناء عبوره النهر رأته جارية حبشية وأتت من ورائه وأمسكت بثوبه وجذبته فزجرها الشيخ أما هي فأجابته إن كنت راهبا فاذهب إلى الجبل فأنت نفس الشيخ بهذه الإشارة وقال في نفسه أرسانيوس إن كنت راهبا فانضي إلى الجبل ثم استقبله تلميذاه وخرى عند قدميه فطرح هو أيضا نفسه قدامهما وبكوا جميعا فقال الشيخ أما سمعتم أني كنت مريضا؟ أجابوه نعم فقال لهم فلماذا لم تأتوا لتبصروني؟ أجابه أليكساندروس قائلا إن الطريقة التي افترقت بها لم تكن صحيحة وبسببها عثر كثيرون وقالوا لو أنهم لم يعصوا الشيخ في أمر ما ما كان افترق عنهم قال لهم الشيخ إنني أعرف هذا ولكن أناسا أيضا عتي دون أن يقولوا أن الحمامة إذ لم تجد موضعا لرجليها رجعت إلى الفلك وهكذا استراح التلاميذ وسكنوا معه مرة أخرى حياته الأخيرة ونياحته أقبر عنه دانيال تلميذه فقال كان كاملا في الشيخوخة وصحيح الجسم مبتسما وكانت لحيته تصل إلى بطنه كان طويل القامة لكنه انحنى أخيرا من الشيخوخة وبلغا من العمر سبعا أو خمسا وتسعين سنة أربعون سنة منها حتى خروجه من بلاط الملك وباقيها في الرهبنة والوحدة وكان رجلا صالحا مملوءا من الروح القدس والإيمان وقد ترك له ثوبا من الجلد وقميصا من الشعر ونعالا من ليف وبهذه الأشياء كنت أنا الغير مستحق أتبارك وقال تلميذه أيضا عنه أنه لما قربت أيامه أوصى قائلا لا تهتموا بأن تعملوا تذكارا لي ولكن قدموا قربانا فقط وكان يقول دائما إذا كنت فعلت شيئا في حياتي يصدحق الذكرى فسوف أجده ولما قرب وقت نياحته دعا تلاميذه وعزاهم ووعظهم وقال لهم اعلموا أن زمان قد قرب فلا تهتموا بالشيء سوى خلاص نفوسكم ولا تنزعجوا بالنحيب علي وكان البارو يتكلم بهذا ودموعه تنهمر من عينيه فقالوا له يا أبانا أتفزع أنت أيضا؟ أجابهم قائلا إن فزع هذه الساعة ملازم لي منذ جئت إلى الرغبنا وقال أيضا ها أنا دواقف معكم أمام منبر المسيح المهاب فإذا جاءت الساعة راجائي ألا تعطوا جسدي لأحد من الناس فقالوا له فماذا نصنع لأننا لا نعرف كيف نكفنه فقال لهم الشيخ أما تعرفون كيف تربطون رجلي بحبل وتجرونني إلى الجبل لتنتفع به الوحوش والطيور؟ وكان الشيخ يقول لنفسه دائما أرساني أرساني تأمل فيما خرجت لأجله هكذا رقد القديس ودموعه تسيل من عينيه فبكى تلميذه بكاء مرا وصاروا يقبلون قدميه ويودعونه كإنسان غريب يريد السفر إلى بلده الحقيقي ولما سمع الأنبابي من بنياحته تنهد وقال طبقى يا أنبى أرسانيوس لأنك بكيت على نفسك في هذا العالم فإن من لا يبكي على نفسه هاهنا زمانا قليلا سوف يبكي هناك زمانا طويلا فإن كان هاهنا بكاء بإرادتنا وأما هناك فالبكاء من العذاب وعلى كلتا الحالتين لن تنجوا من البكاء وعلى ذلك فما أمجد أن يبكي الإنسان على نفسه هاهنا ولما حضر البابة أفيلوس البطريار كالوفاة قال طوباك يا أنبى أرسانيوس لأنك لهذه الساعة كنت تبكي كل أيام حياتك ولما كان بلديوس قد أورد سيرة مختصرة حوات بعض أمور لم ترد فيما سبق فإننا نوردها كما هي إتماما للمنفعة قيل عن أنبى أرسانيوس أنه حين كان في العالم كان رداؤه أنعم من أي إنسان آخر وحين عاش في الإسطيط كان رداؤه أحقر من الجميع ولما كان يأتي إلى الكنيسة على فترات متباعدة كان يقف وراء عامود حتى لا يرى أحد وجهه ولا يرى هو وجوه الآخرين وكان وجهه مثل وجه ملاك وشعره أبيض كالثلج وكثيف أما جسده فكان جافا من الأتعاب ولحيته مستطيلة إلى وسطه ورموش عينيه قد تساقطت من البكاء وكان طويل القامة مع انحناء خفيف من الكبر وقد انتهت حياته وهو في سن الخامسة والتسعين وقد عاش في العالم أربعين سنة في البلاط أيام الملك ثؤدوسيوس الكبير والد الإمبراطورين أونوريوس وأركاديوس وقد في الإسقيط أربعين عاما وقد عشرة أعوام في طرى التي بجانب بابليون في مواجهة منف التي في مصر وسكن ثلاثة أعوام في كنوبيس الإسكندرية وفي العامين الباقيين جاء إلى طرى مرة أخرى حيث رقد ولقد أنهى حياته في سلام وخوف الرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر